موسيقى صباح الخير سنتحدث الآن في موضوع جدا مهم وأقام المجلس الأعلى لا شؤون الأسرة مؤخرا ورشة عمل وجلسة حوارية لمناقشة المادة 62 وتفاصيلها من قانون العقوبات الأردني ومعنا مشرفنا عطوفة أمين عام المجلس الوطني لا شؤون الأسرة فاضل الحمود أهلا وسهلا فيك نصبحك بالخير بداية قبل ما نحكي عن تفاصيل المادة 62 من قانون العقوبات الأردنية نعرف أكتر شوي عن المجلس الأعلى لا شؤون الأسرة ستين مجلس الوطني لشؤون الأسرة هو عبارة عن هيئة أهلية غير حكومية تم تأسيسها في عام 2001 طبعا هذا المجلس له مجلس أمناء ترأس جلالة الملك راني العبدالله ومعنا مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من المسؤولين بصفاتهم الوظيفية وعدد من الأشخاص بصفاتهم الشخصية الدور الرئيسي للمجلس الوطني شؤون الأسرة يعمل كمضلة تنسيقية داعمة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الأسرة من حيث ما يتعلق بشؤون الأسرة الاجتماعية والاقتصادية وجميع شؤون الأسرة فهذا بشكل سريع ماذا يعني المجلس الوطني لشؤون الأسرة يمكن من أهم القضايا التي أخذت على عتقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة هو موضوع المادة 62 وتحديدا البند ألف والفقرة الثانية قبل عام 2011 كان نص المادة أخذت شكل معين وثير حوله الجدل في 2011 تم التعديل بس للتوضيح نص المادة كان قبل 2011 لا تعتبر جريمة ضروب التأديب الذي ينزلها الأباء في الأبناء على نحو ما يبيحه العرف العام التعديل تم لا يعتبر جريمة أنواع التأديب التي يلحقها الوالدين بالأبناء دون إحداث إذاء أو ضرر على نحو ما يبيحه العرف العام يعني لو نحكي قبل 2011 قد أخذ وقت وجهود لنزيد بس الإذاء والضرر لأبنائنا طبعا إحنا قبل عام 2011 كان فيه دائما عدة أراء حول هذه المادة من عدد من المختصين وعدد مؤسسات العاملة في مجال حماية الأطفال طبعا المجلس الوطني ممارسة لدوره في دراسة التشريعات واقتراح التوصيات المناسبة عقد اجتماع وورشة عمل حول هذه المادة في عام 2007 للاستماع لكافة الأراء طبعا خرجت التوصي في تلك الفترة عن ورشة العمل التي شارك فيها مجموعة من مختصين القانونيين والاجتماعيين والأطباء الشرعيين وأطباء النفسيين وأيضا عدد من زملائنا في إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام وخرجوا بتوصي إلى ضرورة إلغاء هذه المادة طبعا تم رفع التوصي للجهات التشريعية لم يتم الموافقة على الإلغاء تم الموافقة على التعديل التعديل صدر في عام 2011 مثل ما تفضلت وعلى ضوء الموارسة في الواقعية لم يحدث هذا التغيير أي شيء على أرض الواقع بل بالعكس لازلنا نسمع ونشاهد عن حالات لتأديب الأطفال يريد تقتصر على التأديب أصبح تتصل إلى حالة التأديب وأحيانا تؤدي إلى الوفاة وبجزء قبل فترة اسمعنا نعدد عن حالة فتاة صغيرة والدها أدى ذلك إلى وفاتها فعلى أرض الواقع على الأسف الشديد لم تحدث هذه المادة أي تغيير أيضا عبارة على نحو ما يبيح العرف العام ما كان عرف عام مقبول في الستينات أو في السبعينيات لم يعد مقبول في عام 2014 يعني إذا تسمحي لي أضرب مثال على ذلك في الستينيات كان مقبول أن الطالب في المدرسة ينضرب أو عدم واخذة في اللغة العامية أن ينضرب فلقة حاليا هذا الأمر مستحيل يتم قبوله فالعرف العام تغير صحيح لازم حتى توضيح مبدأ العرف العام بالضبط وبعد ذلك ما المقياس العرف العام وحتى المادة لما تم تعديلها أنه على ناحو لا يحدث ضرر أو إذاء شو المقاييس أن نقيس هالأحدى الضرر طب فيه أضرار نفسية هذه الأضرار نفسية غير ظاهرة صح فرجعت في عدة آراء طرحت أنه مرة أخرى لابد من إلغاء هذه المادة أو تعديلها فتداعى المجلس الوطني شهور الأسرة وممارسة لدوره فعقدنا ورشة عمل في 14 أربعة ودعينا لها كافة الأشخاص المعنيين في هذا الموضوع وكافة المؤسسات للاستماع لآراهم لم يكن عندنا رأي مسبق كمجلس وطني لشهور الأسرة أو لم يكن لدينا موقف هل نحن مع الإلغاء هل نحن مع الإبقاء هل نحن مع التعديل نحن مع رأي الأغلبية صحيح ورشة العمل اللي ناقشت المادة 62 ويمكن فيها العديد من أوراق العمل اللي طرحت خلال هالورشة شو كان أهمهم؟ ستة أهم ورقة عمل أنا بعتبرها كان التي قدمت من دارة المفتي العام وبينت حكم الشريعة في هذا الموضوع الحقيقة لو طبقنا الضوابط الموجودة في الشريعة الإسلامية حول موضوع كيفية التعامل مع الأطفال هذه تغنينا كان عن القانون كاملا لكن للأسف الشديد مثل ما أشار التقرير قبل شوي أن الفهم الخاطئ لأحكام الشريعة هذا أحيانا بساهم في تعزيز هذا الموضوع أيضا قدمت أوراق عمل قانونية كمان بينت حكم الدستور بحيث الدستور الأردني والقانون الأردني ضمن لأي شخص سلامة السلام الجسدية في بدنه قدمت أيضا أوراق من الطب الشرعي وبينت بعض الحالات التي تعامل مع الطب الشرعي من خلال إدارة حماية الأسرة الموجودة في مديرية الأمنعان وكان في صور تظهر أن التأذيب لم يعد تأذيب بل أصبح تعذيب كان بهمنا كمان الطب الشرعي بينه هذه الحقيقة أيضا في ورقة مهمة قدمت حول الآثار النفسية لموضوع إذاء الأطفال وما تحدث من ضرر مستقبلي على الطفل والمجتمع بشكل كامل صحيح فكانت كل الأوراق الحقيقة مهمة جدا ويعني بالذات مثل ما قلت قبل قليل أنه بالذات تبيان حكم الشريعة في هذا الموضوع كان أهم ورقة قدمت لأن الفهم الخاطئ لأحكام الشريعة أحيانا كثيرة تؤدي إلى ظهور هذا الموضوع صحيح يعني هو وضح اللبس المفروض طب المشكلة أنه هو بالفعل مثير للجدل وللأسف يعني خلينا نحكي المؤسسات المعنية بالأسرة وأيضا بالأطفال كانت على خلاف يعني هم أيضا ما كانوا موافقين على رأي معين هل هو إلغاء هذه المادة أو تعديلها فشو كان جوهر الخلاف؟ هو الخلاف كان يعني في وجهات النظر طبعا ونحن نعتبر خلافي وجهات النظر يثري دائما أي قضية بيتم مناقشتها بعض الطروحات كانت أنه لازم نلغي هذه المادة كاملة وبعض الطروحات كانت أنه لأ مع تعديلها وبعض الطروحات كانت لأ مع إبقاء المادة كما هي لأنه من حق الأسرة أنه تربي أبنائها فبالنتيجة كان يعني أهم مخرج خرجنا فيه من هذه الورشة أنه تشكيل لجنة فنية طبعا كان الرأي الغالب أنه تعديل هذه المادة أو وضع ضوابط مستمدة من أحكام الشريعة ومستمدة من الدستور والقانون الأردني لوضع ضوابط لهذه المادة فحنا حاليا في طور تشكيل اللجنة من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال والذي أيضا شاركوا في هذه الورشة العمل هذه أيضا كان فيه مخرجات بضرورة زيادة حملات التوعي بالنسبة للأسر لأنه كان في السابق على مدار السنوات السابقة حملات توعية مكثفة حول هذا الموضوع حول كيفية التعامل مع الأبناء بطرق سليمة فكان فيه توصيل كمان بضرورة تكثيف هذه الحملات وإن شاء الله احنا في صدد التعاون مع المؤسسات المختلفة في تنفيذ عدد من الحملات التوعوية لأنه كمان التوعية نعتبرها جانب مهم في هذا المجال يعني هلأ احنا مهما عقدت يمكن ورش عمل دائما بنرجع بنحكي أن الأسرة هي النوة وهي الأساس فكيف شعرت أو كيف تخيم مستوى الوعي إذا عم نحكي احنا تم تعديل المادة ولكن على أرض الواقع لساتنا بحالات تعنيف وللأسف تعديب لأطفالنا إذا بنحكي عن مستوى الوعي المجتمعي يعني الحمد لله قبل عدة سنوات كان من المحرمات أن نتحدث في هذا الموضوع نفذت حملات توعية من قبل عدد من المؤسسات المعنية في هذا المجال وصار في زيادة في نسبة الوعي لكن باعتقاد الشخصي لم نصل إلى مرحلة الوعي المطلوب 100% لا زال الطريق أمامنا مطلوب سواء في حملات توعية موجهة للأسر أيضا من الضروري من خلال مدارس لأنه معروف ثاني أكبر تجمع للأطفال بعد الأسر هو في المدارس وأحنا باعتقادنا في المجلس الوطني لشؤول الأسرة أهم استثمار يجب أن يكون في مرحلة الطفول المبكرة لأنه بقدر ما منستثمر في هذه الفئة من الآن بقدر ما منتجنب كثير من المشاكل في المستقبل باعتقاد الطريق لا زال أمامنا طويل للوصول إلى مزيد من الوعي والوصول إلى مزيد من المهنية في العمل في هذا المجال سهل نقبل مختلف المواصل لو نرجع نركز على موضوع اللجنة هي تعتبر من أهم ما بثق من ورشة العمل ومن الجلسة الحوارية هو موضوع اللجنة شو الخطوات على أرض الواقع اللي بالفعل بنحتاجها يعني خلينا نحكي كتر الحكي في الموضوع لا سمح الله هلأ فيه طفل عم بتعرض للتعذيب ولا سمح الله ممكن توصل لحالة وفاة فعلى أرض الواقع شو الخطوات اللي بالفعل بنحتاجها بعود وبكرر أهم خطوة بنحتاجها أنه زيادة الوعي واستخدام الأسلوب المناسب للحديث مع الأسر في كيفية اللجوء للأساليب الصحيحة للتعامل مع أبناهم أهم شيء كمان ما نستورد أي نماذج مطبقة في دول أخرى ونطبقها على مجتمعنا الأردني لأننا عاداتنا وتقاليدنا في عادات تقاليد اجتماعي إيجابي يجب أن نستغل باعتقادي أيضا استخدام الخطاب الديني من أهم الوسائل اللي نصل من خلالها إلى الأسر لأنه خطابنا الديني في مجتمعاتنا يحترم أنا ما أتحدث عن الخطاب الديني أتحدث عن دور المسجد وعن دور الكنيسة أيضا في هذا المجال خطاب الديني مهم أيضا تحسين الخدمات الموجودة في عندنا خدمات الحمد لله ممتازة جدا من قبل عديد من المؤسسات لكن بحاجة إلى تحسين هذه الخدمات لأنه كل ما حسنا من خدماتنا كل ما صار فيه تبليغ أكثر كل ما عرفنا عن قضايا أكثر كل ما قدرنا نحل قضايا أكثر في المستقبل بنص المادة يمكن من أكثر الجمال أو الكلمات هي العرف العام وذكرنا أن العرف العام زمان غير عن هلا فتحديدا العرف العام بنص القانون قديش صعب أو يمكن فيه إشكال لإلغاء كلمة العرف العام لأنه ممكن تعطي مجال للأخذ والعطاء أكثر بتطبيق القانون أو المادة طبعا هذا التفضلت فيه صحيح مئة بالمئة وإحنا مشكلة نقولنا العرف العام متغير ما بين سنة وسنة حتى العرف العام متغير من منطقة إلى منطقة يعني ما قد يكون مقبول فيه في العاصمة عمان قد يكون غير مقبول فيه في محافظة أخرى فإحنا إن شاء الله من خلال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بإذن الله سنعمل على وضع عدد من الضوابط التي تطبطها هذه العملية ورفعها بالتالي للجهات التشريعية تمهيدا لإقرار صحيح بإطلاعكم على تجربة الغرب في موضوع تعنيف الأطفال وحماية الأسرة أنت ذكرت أنه إحنا إلنا خصوصيتنا بإعاداتنا وتقاليدنا هل تعتبر مثلا أو أنت بتعتبر لما الطفل بده يشكي على أهله يعني بيوصل أنه بيحكي مع الجهة المختصة وبيحكي أنه أنا عم بتعرض للضرب هل تعتبر هاي أو بتعتبر هاي أنت تجربة سلبية أو إيجابية بصراحة والله ست أنا من خلال تجربتي السابق يعني بحكم عملي يعني في السابق كضافة شرطة وعملت فترة طويلة في هذا المجال أهم إشي أن نعمل بتوازن ما بين الطفل وما بين الأسرة وفي السنوات السابقة كلما كنا نعمل مباشرة في هذا المجال ما كانت الغاية أنه يعني نفرض عقوبات على الأهل إذا فعلا ثبت أنه في إذاء للأطفال بقدر ما نعمل على توعيتهم في الأساليب الصحيحة في التعامل مع أطفالهم فأنا لا ما بعتبر أنه إذا بلغ الطفل أنه بتعرض لنوع من أنواع الإساء لأنه هاي ناحية سلبية قد تكون ناحية سلبية فيه كيفية تحققنا من صحة هذا الموضوع من عدمه لأنه بالمقابل أيضا إحنا ما منسعى أنه نقلب الأبناء ضد أباهم ونشتغل كما هو موجود في بعض الدول الغربية يعني بحيث إذا في بعض الأسر بدأ فعلا تربي أبناهم وتمنعهم مثلا ينتهج بعض السلوكيات السيئة أنه نكون معايا طبعا هذا مرفوض في مجتمعنا لأنه إحنا بعود وكرر نعمل ضمن نطاق أحكام الشريعة الإسلامية وضمن نطاق عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية الإيجابية الجيدة أنه في عنا عادات تقاليد اجتماعية جيدة لابد من تعزيزها وأيضا نوعي الناس في الفهم الخاطئ اللي بيعتقد بعض الناس أنه هذا مستمد من الشريعة وهو غير مستمد من الشريعة فهي عملية التوازن كيف نعمل مع الطفل وكيف نعمل مع الأسرة ومع الوالدين في نفس الوقت بطريقة متوازنة صحيح يعني بالنهاية زي ما ذكرنا أن الإذاء والضرر ممكن ما يكون ظاهر على الجسد ولكن إحنا ما قيمنا الإذاء والضرر النفسي لما سمعنا ورقة العمل اللي قدمت من أحد المختصين النفسيين باعتقاد المتواضع أنه بعض الآثار النفسية السلبية يكون ضررها أكبر بكثير من الضرر الجسدي لأنه ممكن الضرر الجسدي في معالجة طبية يتم معالجته فوراً أما الضرر النفسي قد يستمر سنوات طويلة ويحتاج إلى علاج لسنوات طويلة من خلالك رسالة بتوجهها لكل الأسر الأردنية اللي يتابعونها والله أنا دائماً بقول بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من الموقر كبيرنا ومن الميرحم صغيرنا فياريت فعلاً ننهج باستمرار الاحترام الكبير وبالمقابل الرحمة في أطفالنا لأن هؤلاء هم بنات المستقبل وهم الأمل إن شاء الله نستثمر فيهم للمستقبل لبناء أردن بإذن الله تعالى أردن قوي يعني كما يريد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أمين بإذن الله شكراً لك عطوفة أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود شكراً شكراً لقناة وعين شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة